السلام عليكم العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث عشر مستمر قتل الإنسان من دون الاكتراث بحقه في الحياة مستمر أيضا حق مستباح في غزة الأرض تجرف فيها فيسميها الاحتلال عملية برية وتحرق ويهجر إنسانها فيسمى خطر الأنفاق الاستراتيجي على إسرائيل ويبدو بأن حق الإنسان العربي في الحياة عموما مستباح في العراق هو مستباح من داعش والقاعدة ومستباح في سوريا وليبيا واليمن الموقف العربي والإسلامي أمام كل ذلك حائر فوضى الأرض وفوضى الأولويات من الثورة والانتفاضة ضد الاحتلال الإسرائيلي إلى صراعات بعنوين مختلفة مذهبية وطائفية حتى الفتاوى الدينية تغيرت وجهتها من الجهاد ضد العدو الصهيوني إلى القتال في سوريا والعراق لماذا تغيرت الأولويات عن الموقف العربي والإسلامي على وجه الخصوص إزاء غزة وإزاء العراق على اعتباره يجسد ما ينتبه الحال العربي من تنقضات يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ خالد الملة رئيس جماعة علماء العراق أهلا بك فضيلة الشيخ خالد أهلا وسائل حياكم الله فضيلة الشيخ في البداية ما موقف جماعة علماء المسلمين في العراق مما يحدث في غزة بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولمشاهدين جميعا في مثل هذه الظروف التي تعيشها أمتنا ويعيشها إخواننا في فلسطين وعلى وجه الخصوص في غزة سدعونا جميعا أن نقف موقفا موحدا وما احتجنا إلى الوحدة الإسلامية والوحدة الإنسانية في ظرف أكثر من هذا الظرف هنا يأتي فائدة وثمار الوحدة الإسلامية حينما نقف جميعا بخندق واحد للدفاع عن إخواننا مع أننا كما تعلمين في العراق وأنت ذكرت سوريا عندنا جرح عميق جرحنا في العراق عميق وجرحنا في سوريا عميق لكن مع كل هذه الجراحات وهذه الآلام وهذه المصاعب والمصائب فإننا نقف مساندين وداعمين ومتابعين ومضحين لأجل إخواننا في غزة وليأجل إخواننا في فلسطين من ذلك العدوان الصالخ من ذلك العدوان الذي استباح الحرومات وانتهك الأعراض وتجاوز على المقدسات في وقت للأسف الشديد يؤسفني أن أقول بأن بعضا من أفراد الأمة انشغل بنفسه وانشغل بنا هذه المجاميع المتطرفة مما يسمى مثلا بالقاعدة أو داعش أو دولة العراق والشام الإسلامية وغيرها من هذه المسميات التي قتلت عشرات الألوف من العراقيين وعشرات ومئات الألوف من السوريين أنا أسأل أين هي الآن من موقفها الواضح تجاه إسرائيل أين رصاصات بندقياتها أين المفخخات أين الأحزم الناسفة أين الصواريخ أين قطع الرؤوس من كل ما يحدث الآن في فلسطين وفي غزة يعني في سياق ما تقول الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أصدر بيانا منذ يومين فقط بعد عشرة أيام على العدوان الإسرائيلي على غزة لماذا هذا الموقف المتأخر من العلماء المسلمين وهذا الاتحاد أصدر بيانا بعد 24 ساعة فقط مما حدث في العراق واعتبر أن ما يحدث الثورة هل تغيرت الأولويات بالنسبة للعلماء المسلمين لما يحدث الآن للأمة العربية والمسلمية يعني يا سيدتي والله يؤسفني يؤسفني أن أتكلم بهذه اللهجة وبهذه العبارات لكن كما جاء في القاعدة للضرورة أحكامها للضرورة أحكامها أنا أعتقد هذا الاتحاد الذي يسمي نفسه عالميا لعلماء المسلمين هو اتحاد كسيح وضعيف ولا قيمة له أمام الأمة وأمام معاناة الأمة نعم الأولوية التي يقرأها هذا الاتحاد ومن فيه هي الأولوية التي تخدم في صالح الأجندة الخارجية في صالح أجندة أمريكا أو قطر أو إسرائيل وكأن هذه الدول هي الداعمة الحقيقية لإنشاء هذا الاتحاد يؤسفني كثيرا أن يكون الاتحاد ضعيفا إلى هذا المستوى بعد عشرة أيام نسمع صوته ضعيف جدا لا قيمة له أمام هذه المجازر التي ارتكبت في غزة وارتكبت في العراق وارتكبت في سوريا وارتكبت في لبنان في بعض أجزائها أنا أعتقد لا ينبغي لنا أن نعول كثيرا على مثل هذه الاتحادات وعلى مثل هذه التجمعات ولا بد أن تكون صرخة العلماء وصوت العلماء المستقلين صوت العلماء الذين يعرفون قيمة أنفسهم وقيمة أنفسهم وقيمة دينهم وشعوبهم وأمتهم لا بد أن يعلوا هذا الصوت وأن يكون أعلى من كل هذه الأصوات هذه الأصوات يا سيدتي أنا لا أريد أن أكون مجازفا في كلامي ونحن الآن في نهار رمضان لكن هذه الأصوات لا تعولوا عليها كثيرا هذه أصوات مشترات هؤلاء ينطبق عليهم أنهم من فعل وعاظ للسلطان ماذا عن الهيئات الإسلامية الأخرى أليست غزة هي قضية تعني كل العرب وكل المسلمين والله يا سيدتي غزة لنا جميعا وفلسطين وقدسها لنا جميعا ولكن دعوني أكون واضحا ودعوني أكون صريحا بات من الواضح بعد كل هذه الجرائم التي اقترفت ضد أمتنا وديننا ومقدساتنا بات من الواضح للأسف أن الكثير من هذه المنظمات وهذه الأهيئات يرتبط إما يرتبط بمؤسسات تابعة لإسرائيل أو بمؤسسات تابعة إلى بريطانيا أو إلى أمريكا أو حتى بعضها تابع إلى بعض المؤسسات الماسونية تلك المؤسسات الخفية التي تدبد دبيب النمل في جسد الأمة وبالتالي اليوم بدأنا لا أقول نبحث وإنما بدأنا نفكر بالأصوات الحرة لا بد من أصوات العلماء الأحرار الصوت هنا وهناك سوف يخلق جوا ورأيا عاما اليوم غزة لا تنتظر موقفا من هيئات ضعيفة ومن هيئات لا تحترم دمها اليوم غزة تحتاج إلى صوت حر مستقل ومنبر شريف ونظيف وكريم يدافع عن تلك الدماء وإلا هذه الدماء التي تسيل في كل مكان من أجزاء أمتنا لمصلحة من إذا لم تكن تلك الدماء بمصلحة إسرائيل وكيانها الغاصب ولذلك الله عز وجل قال في محكم كتابه ليميز الله الخبيثة من الطيب اليوم هناك تمييز وهناك تمحيص وهناك فرز عملية فرز حقيقة سريعة ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تكره الفتن ولا تبغضوها لا تكره الفتن ولا تبغضوها فإن فيها حصاد المنافقين اليوم المنافق ضعيف والمنافق مهزوز المنافق لا يتحدث إلا وفق الأجندة التي جاء بها أو تكونت مجموعته أو هيئته ولذلك الآن نريد أن نعول على هذه الأصوات طيب فضيلة الشيخ لماذا عجز العلماء من أن يحفظوا هذه الأمة من الفتن والصراعات الطائفية على اعتبار بأن ما يجري الآن في المنطقة يأخذ هذه الصبغة بدلا من التوجه نحو الصراع المباشر والبوصلة الحقيقية المتمثلة في تحرير فلسطين والوقوف ضد العدوان الإسرائيلي نحن نتحدث الآن عن صراعات طائفية ومذهبية لماذا عجز علماء المسلمين عن التصدي لهذه الفتن أنا أعتقد أن هؤلاء أنا لا أقول جميع العلماء عجزوا وإنما فريق منهم حقيقة عجزوا وللأسف الشديد كانوا جزءا من المشروع الذي من مشروع التقسيم ومن مشروع التقزيم ومن مشروع إضعاف الأمة وإدخالها في حروب وصراعات داخلية يعني اليوم لا يحتاج ما يحدث الآن في العالم الإسلامي في عالمنا العربي يا سيدتي لا يحتاج إلى كثير من الكلام رئيس الاتحاد رئيس الاتحاد القرضاوي ملأ الدنيا بخطاباته وبأحاديثه وهو يحرض على الطائفية ويحرض على اقتتال المسلمين فيما بينهم لكن يخفت وتخفت أصواتهم عند مشاريع الوحدة الإسلامية الحقيقية تخفت أصواتهم عند مصير المسلمين في غزة وفي فلسطين أنا أعتقد أن هؤلاء كانوا جزءا من هذا المشروع الخبيث الذي قسم وجزأ وأضعف وقزم هذه الأمة وجعلها تقع في صراعات طائفية وداخلية يتذابح فيها المسلمون فيما بينهم اليوم هناك آلاف من المسلمين في العراق وفي سوريا وفي غزة يقتلون بسبب هذا الوهن وبسبب هذا الضعف لأنهم استبدلوا ما هو خير بالذي هو أدنى ولذلك حينما استبدلوا مشروع الوحدة الإسلامية الحقيقية التي جميعنا ندعو إليه وما كنا نقصد بمشروع الوحدة هو انصهار المذاهب أبدا لا نعني هذا ولا نريد هذا نريد أن يحافظ المسلمون على هوياتهم المذهبية لكن حينما كنا ولازلنا نقول لا بد من إنضاج مشروع الوحدة الإسلامية نعني به أن تقف الأمة عند قضاياها الستراتيجية من القضايا الستراتيجية موقفنا الواضح والصريح والشجاع تجاه جرائم إسرائيل ضد إخواننا في غزة من المواضيع المهمة التي نقف يجب أن نقف عندها صفا واحدا وبكل شجاعة هي آلة الإرهاب وآلة التطرف وآلة المجاميع المتطرفة التي سرقت المنهج الإسلامي أو سرقت الثوب الإسلامي وتقمصت به ودارت لتقتل المسلمين وتهدم مساجدهم وأضرحتهم ومقدساتهم هذا الذي نعنيه أن نقف جميعا تجاه هذه المؤامرات التي بدأت مؤامرات حقيقية ضد كيان الأمة ضد مقدساتها ضد كيانها ضد عزتها وكرامتها ما تعليقك إذن على تبرير داعش لما يحدث من عدوان في غزة عندما يقول نريد منك رأي شرعي على الأقل في ما قيل يقول بأن ليست الأولوية في قتال لم أسمع السؤال واضحا عفوا لم أسمع السؤال انقطع الصوت نعم فضيلة الشيخ كنت أسأل وأقول بأن داعش بررت عدم نصرتها لغزة بمعنى بأن هناك عدو قريب وما أسمتهم بالمنافقين وما أسمتهم بالروافض بقتال أولوية بقتال الروافض على محاربة الاحتلال الإسرائيلي والعدو الصهيوني كيف ينظر شرعا إلى هذا التبرير على اعتبار بأن داعش تستخدم وتستثمر الدين في تبريراتها أنا أعتقد متأقنا أن هذه المجاميع وفي مقدمتها داعش هي أداة طيعة بيد الكيان الصهيوني لأن داعش والمرتزق الذين من حولهم اليوم وفي مقدمتهم البعث العراقي اليوم يقاتلون بالنيابة عن الكيان الصهيوني وهذه المجاميع وهذا البعث العراقي لعله قبل سنوات قليلة من حياتنا عشنا وعاصرنا كيف أدخل الأمة بحروب تافهة لا قيمة لها وأشغل الأمة عن حربها الأصلية عن حربها الأم عن حرب الأمة مع إسرائيل حينما شن حربا لا قيمة لها مع إيران ثم بعد عشر سنوات اجتاح دولة الكويت واحتلها وأدخلنا في حروب بربرية أنا أقول هذه المجاميع المتطرفة المجاميع المتطرفة والمرتزقة الآخرون هؤلاء يقاتلون بالنيابة عن الكيان الصهيوني فكيف نريد من هذه المجاميع تقاتل إسرائيلا في غزة هذا لا يمكن هم يقاتلون المؤمنين ويذرون الكافرين كما وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معنى الحديث الذي قال بهذه العبارات أنهم يدعون الكافرين ويقاتلون أو يقتلون المسلمين نحن هذه الأحداث كشفت لنا الكثير الكثير من الحقائق التي كانت على أقل تقدير تخفى على بعض القيادات أو بعض المسلمين أو بعض النخب الثقافية لأنها لم تخفى علينا من البداية وتصدينا لمثل هذه المخاطر لكن يبقى صوت المجتمع يبقى صوت الأمة الأمة الآن نحتاج إلى أن يعلو صوتها نسمع صوتها صوتا مدويا تجاه أكاذيب ونفاق هذه المجاميع المتطرفة التي ما سمعنا عنها خيرا ولا رأينا إلا الشر نريد أن نفهم منك كشيخ وعالم دين سني لو سمحت هل صحيح بأن المتخيل السني يرى السني وعفوا على هذا التعبير ولكن فقط حتى نفهم وحتى نشخص الوضع أكثر هل صحيح بأن المتخيل السني يرى بأن العدو الأول هو إيران وتحولت البوصلة من العداء لإسرائيل إلى العداء إلى إيران وهل باتت إيران فعلا تشكل خطر على المنطقة أكثر من إسرائيل والله يا سيدة هذا سؤال لربما فيه من الحراجة ولربما فيه صعوبة في الإجابة لكن دعيني أكون صريحا وأكون واضحا أولا أهل السنة اليوم كشعوب ليس عندها مشكلة مع إيران ولا مع الشعب الإيراني ولا حتى مع الحكومة الإيرانية هذا من جانب لكن بعض القيادات السياسية في عالمنا الإسلامي وعالمنا العربي الذين ارتبطوا ارتباطا وثيقا بالكيان الصهيوني وبالاستكبار العالمي وبدول التي تسمي نفسها كبرى وهي صغرى أمام إرادة الأمة الإسلامية والعربية هؤلاء ارتبطوا بأجندة وثيقة مع هذه الدول التي تدفعهم وتسيرهم لكي يكون العدو إيران وليس إسرائيل نعم إذا نجحوا في هذا المخطط الخبيث التقسيم التضعيف إذا نجحوا فيه وجعلوا بأن إيران هي العدو الأول هنا نجحوا بأنهم جعلوا البوصلة على إيران ولم يجعلوها على إسرائيل ولذلك هؤلاء مرتزقة وهؤلاء حقيقة من المأجورين الذين يدفعون بالشعوب ويدفعون بالناس لكي يصوروا بأن إيران هي العدو هذا خلاف الواقع وهذا خلاف الحقيقة إيران مواقفها مع كل شعوب العالم مواقف واضحة ولست بصدد أن أدافع هناك إيران عندها حكومة وعندها دولة ومؤسسات تدافع عن نفسها لكن مواقف الجمهورية الإسلامية مع حماس ومع الجماعات المستقلة في الدول العالم الإسلامي والعربي وحتى من أحرار العالم بات واضحا موقفها الإيجابي ولكن الموقف الآخر موقف التخاذل وموقف التقزيم وموقف الإضعاف التي تمشي به بعض القيادات السياسية فأهل السنة أنا أعتقد براء من هذه المشاريع وهذه التصورات نحن أمة واحدة يا سيدتي نحن أمة نحن والإيرانيون وغيرنا أمة واحدة لا ينبغي أن تفرقنا هذه المشاريع مشاريع الماسونية ومشاريع الإسرائيلية نعم هذا هو مشروعهم إذا سمحتي لي هذا هو مشروعهم أن تدخل الأمة فيما بينها أن يكون القتال فيما بين أفراد الأمة وهذا ما نعمل لأجله أن نبعد المعركة عنا كأفراد أمة وكذول إسلامية مترابطة مع بعضها ونوجه بوصلتنا تجاه إسرائيل وكيانها الغاصب لطالما تطرقنا قبل قليل عن موضوع داعش وموقف داعش مما يحدث من عدوان إسرائيلي على غزة والعراق ربما يعاني من وجود هذا التنظيم على أرضه نود أن نعرف منك في البداية عما يحدث في العراق كان هناك مؤتمر يسمى مؤتمر القوى الوطنية العراقية والعشاء الغير المنخرطة في العملية السياسية في العراق عقيدة في عمان مموقفكم من هذا المؤتمر الذي خلص إلى أن داعش لا يمثل إلا فصيل قليل وصغير وسط مجموعة من الفصائل وأن العشائر هي التي تقاتل في العراق أولا دعيني أتحدث عن انتصارات حقيقية يسجلها الجيش العراقي ومعه العشائر والمتطوعون من أبناء العراق الغيارة وهم يطهرون أرض العراق من هذه النواجس ومن هذه الفواحش التي يؤتي بها للعراق هذا من جانب من جانب آخر دعيني أكون واضحا معكم هذه الوجوه التي رأيناها في هذا المؤتمر هي ذاتها الوجوه التي حرمت أهل السنة من المشاركة في العملية السياسية من أول يوم للعملية السياسية هم من حرموا أهل السنة من أن يشتركوا اشتراكا صحيحا في العملية السياسية هذا واحد هذه الوجوه هي التي أتت لنا بالمتطرفين السنة وأدخلتهم إلى العراق ومزجتهم بالمكون السني مما جعل أهل السنة في موقف حرج وموقف ضعيف فاستهدف المسجد بسبب أنه استضاف أمثال هذه الحثالات التي جاءت لنا من الشيشان ومن القوقاز ومن ليبيا ومن الصومال لقتل أبناء الشعب العراقي فضلت الشيخ لدي دقيقة واحدة هل صحيح أن العشائر تقاتل مع داعش في العراق؟ نعم أنا أؤكد لكم أن عشائر العراق تقاتل الدواعش تقاتل داعش وليس مع داعش لا تقاتل الدواعش عشائر العراق في الأنبار في كل الأنبار واليوم في الموصل وفي صلاح الدين وفي الضلوعية وفي أماكن متعددة أبناء العشائر في العراق هم الذين يسحقون رؤوس الدواعش هم السند الحقيقي للجيش العراقي الباسل وهذه الوجوه التي اجتمعت اجتمعت للتآمر على العراق أولا والتآمر على أهل السنة ثانيا حينما ظهروا يتحدثون بلسان أهل السنة أهل السنة هم الذين في العراق موجودون الآن في العراق ومساهمون ومشاركون في العملية السياسية ليس أهل السنة الذين يجلسون في الفنادق الفارئة في عمان وإسطنبول نعم نحن أهل العراق نحن من نمثل أهل السنة ونمثل خطابهم ويكفينا هذه المزايدات يكفينا ذبح للناس على الهوية المذهبية المكذوبة نعم فضيلة الشيخ في نصف دقيقة لو سمحت لي هل المشكلة كما يقال في نور المالكي وحكومة نور المالكي أم أن المشكلة في بنية النظام العراقي ودستور النظام العراقي الذي تم الاستفتاء عليه من قبل كل العراقيين والموافقة عليه من كل العراقيين في نصف دقيقة لو سمحت والله يا سيدتي أنا أعتقد المشكلة في كلمة واحدة أن العراق بتلي العراق وهذا ليس فقط من السنة خليني واضح معك من العراقيين العراق بتلي بعراقيين لا يؤمنون بالعمل السياسي لا يؤمنون بالديمقراطية لا يؤمنون بالعراق الجديد هذه هي مشكلتنا مشكلتنا ليست نور المالكي وليست الحكومة وليست دستور مشكلتنا أن العراق بتلي بعراقيين من الشيعة ومن السنة ومن الكرد حتى لا يقال علي كلام آخر بأني أو جامل أحد بتلي بهذه القيادات أو بهذه المجموعات هي يصل الوضع العراقي إلى ما وصل عليه شكرا لك فضيلة الشيخ خالد الملة رئيس جماعات علماء العراق على تواجدك معنا مشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى لقاء